يعني مثل ما ذكرت ممكن الواحد يوبخ ابنه أو بنته على شيء غلط عمله فدام اللي بيسمعه ممكن التأنيب أو التوبيخ لكن بالمقابل ما منمدح الولد على شيء أو نشجعه على شيء عمله برافو عليك شكرا أبدعت لا هاي فكرة حلوي كده يعني تطور الثقة بالنفس في الطفل الأم هي الوحيدة اللي لازم دايما تقول برافو للولد ما تعلل expectations أكتر من اللازم يعني إحنا كأميات شرقيين عطول مثلا بدنا أولادنا يجيبوا 20 على 20 طب إذا جيب 18 وين هالمشكلة أو 15 that's fine عملت منيح شجعي شجعي لكن إذا أنت عليت expectations وبهدلتي للولد ما عد عنده ثقة فيك ولا عنده ثقة بنفسه هدمت له شخصيته فهيدا كتير أمر مهم كتير أمر مهم الأم هي الشخص يلي تشجع يلي بتحكي الكلام الحلو يلي بتسند الولد يلي بتوقف حده بكل الظروف مهما كانت حتى بالغلط حتى بالغلط بتسنده بتوقف حده بتقوله عملت غلط لازم تعمل هيك يعني أنا مش بوافع على الشي اللي عملته بقول هالحكاة أنا مش بوافع على الشي اللي عملته لكن صار خلينا نحل المشكلة تقبل يعني اللي بقصده لو حبينا نلم الموضوع في هاي النقطة إيه رسالتك أنت كأم خلينا نأخذ من من مثالك أو رسالتك أنت كأم اللي بتقدمها للأولاد والمجتمع حقيقة بحب أقول لكل أم أنه خليكون بالك طويل خليكون بالك طويل واسمعي أولادك قد ما فيك تقعد معهم تتواجد معهم تسمعيهم تشوفي شو ما شكلهم مش تتغاضي عنه يعني هيدا كتير مهم إذا ما في تواصل بين الأم وولادها راح تحياتهم لولاد راحوا بغير منحة راحوا على طريق تاني وانت ما معك خبر ومن فكرة حالك أنك أنت عم تعمل شغلك أنك أنت عم تطبخي وانك أنت عم تهتمي بالتياب وعم تهتمي بالبيت وعم تهتمي بهيدا الدور بس هيدا الدور ما بيكفي فيه دور تاني الدور تتواصلي معهم دور تشوفي احتياجاتهم النفسية احتياجاتهم يلي هني عم بيعانوا منا مع مشاكل مع أطفال تانيين بالمدرسة بس يوصلوا للدور العمر الأكبر فيه كتير مشاكل إذا ما الأم واعية ووقفة حد ولادها وعم تسمعهم وبدي تستقى ولادك لحيضيعوا بديك تبني استقى يعني ما بدوا ابنك أو بنتك يكونوا خجلينين إنه يجوا يخبروك شو ما كان شو ما كان شو ما صار معهم انت لازم تكوني عندي قدين صاغية عم تسمعي وعم تفهمي ومستعد تحلينهم المشاكل وتقبلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر